هنروح ليه الكرة الطائرة رجال طبعا كابتن محمد مصالح ميد وبعد المباراة اللي فاتت اللي احنا خسرنا فيها من طلاق الجيش 3-2 رفع الحمل التدريبي عشان يوصل بالطف فورم البدني لللاعبين قبل مباراة الزمالك مباراة الحسم يوم الاربع القادم من جهز الفني الاول لرجال الكرة الطائرة بكابتن محمد مصالح رفع الحمل التدريبي اللاعب خلال الفترة دي عشان زي ما حضراتكم عارفين احنا دخلنا على مطش الزمالك يوم الاربع اللي جاي مطش حاسم بطولة الدوري المطش هتلاقي بيوم الاربع اللي جاي ساعة ستة على صالة المؤولين العرب بمدينة ناصر وزي ما قلنا لحضراتكم في حلقة اللي فاتت ان فرقتنا يكفيها الفوز باي نتيجة عشان تحصل على بطولة الدوري الاهل عنده تسعة وخمسين نقطة ونفس رصيد الزمالك في الصدارة بس الزمالك متقدم علينا في ترتيب بفضل النفاذ مطشات اكتر مننا وزي ما قلنا ان بطل الدوري في الكرة الطائرة لا يحسن بالنقاط بيحسن باكتر مباريات الفوز احنا خسرنا مباريتين من البتروجيت وطلاق الجيش نادي الزمالك خسر منا مباراة حتى الان نادي الزمالك متصدر بعدد مطشات فوز ولكن نادي الزمالك في حالة فوزه المباراة القادمة وبالمناسبة سواء خسرنا او كسبنا كنا من طلع الجيش لا مفر ان احنا كان لازم نكسب مباراة الزمالك ونفس الوضع بالنسبة لنادي الزمالك كان لازم ايضا حتى لو فاس بكل مباراته لازم يفوز على النادي الاهلي في المباراة اي مباراة الحسم زي ما نقول اللي هيكسب مباراة كؤوس اللي هيكسب هيشيل الدرع ولكن كلنا ثقة في كابتن محمد مصالح ميد واللعبين اللي عودونا دائما في المواقف الصعبة بيكونوا عند المعاد وزا ما قلنا كوائس السوبر جنبنا في كرة القدم فرقة الكرة الطائرة هي اكثر الفرق كربا وتشبيها بفريق كرة القدم من حيث النتائج ومن حيث الاداء ومن حيث كل شيء والالتزام وامور طبعا كل فرق النادي الاهلي نفس الاسطنبا ونفس الشغل ولكن انا بتكلم عن النتائج والتواريخ كرة الطائرة الحقيقة رجال وسيدات اقرب ما يكون لكرة القدم معاودونا دائما الابدا بيكونوا في المعاد المباراة ان شاء الله هكون الساعة 6 في الساعة المؤمنين العرب وان شاء الله هننقلع على شاشة قناة النادي الاهلي والحقيقة هيكون ان شاء الله تغطية خاصة وندعوكم ان شاء الله تتفرجوا معنا اكيد هنديكم كل المعلومات اللي حضركم محتاجينها عن المباراة